طب مني عليك هادا لا 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 شد خيلك انت طول عمر الجبل الجبل لو كسرت في قلبه هيتهد ده ابني يا حمزة عمره ما انا قلتلك عمره كده تصدق بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله انا عمري ما شفته ولا قابلته بس انا حزين عليك انه ابني بالزبط حمزة بيه لو ابنك ميت بسبب المخدرات هتعمل ايه هماوت اللي شربوا وهماوت اللي كانوا عاديين معها انا قلتلك قبل كده ان انا اخضلك حقه بيدي والله لموت اللي عمل كده عارف عمزة بقول لك ايه انا مش عايز اكمل شغل شوالي شوال معي يعني لا بص يا أدهم هو أصلحنا المفروض من أخدش قرارات وإحنا زعلانين قوي ولا وإحنا فرحانين قوي أشيب أن نرجع عشان نندم عليها تاني معالشة حمزة أنا خلاص مش أشتغل معك تاني مهم مهم طب واب وتصرف على غدا منين ولا ترجع تدين زي الزمان برضو بلاش الأفكار دي هذا بلاش أنت عصابك تعبانة وأنا رأي أنت تاخد أجازك كذا ترايح عصابك ولما ترجع دي ما تتكلم أصلا هو العرض اللي أنا قدمته لك ده ما فيهوش مش عايز أشتغل تاني العرض ده ما بيفرهوش غير الموت بعد الشر علينا احنا لتنين يا حبيبي بلاش وفي يوم قال لي لو كسبتني هتاخد المزرعة ولعبني عليها وكسبتها ومن ساعتها وده اكتر مكان انا بحبه عشان دايما بيفكرني بالفرص اللي ما بداش فاهمني ايه دهم صح اوه فاهمك وانت عندك حق انا محتاج ارتاح شوي هاخد الاجازة اللي انت قلت عليها وبعدين بنتكلم سلام حمزة ادهم انت عارف ان احنا لسه اصحاب مش كده اوه عارف لسه اصحاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة